وفي ذات المعالجات غير المعلنة أكد رئيس مجلس الوزراء الحاجة إلى تبني مسار جديد للإصلاح الاقتصادي أبر اعتماد صندوق العراق للتنمية مشيرا إلى أن الصندوق سيحمل توجها نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاصة وجاء ذلك خلال استقباله وفدا ممثلا لرؤساء مجالس الإدارة للمصارف الأهلية وممثلين عنها وعن رابطة المصارف الأهلية الخاصة في العراق موضحا أن أبرز التحديات المالية والاجتماعية والمتمثلة بمشاكل الفقري والبطالة هي هدف التنمية المستدامة والتعويل عليها في تحسين الواقع الخدمي والمعيشي للمواطنين وأكد السوداني الحاجة إلى تبني مسار جديد للإصلاح الاقتصادي عبر اعتماد صندوق العراق للتنمية الذي سيحمر توجها نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاصة من خلال صناديق تخصصية تسهم في برامج التنمية ترجمة نانسي قنقر